ميسكا فم 94.5 يسعد لي صباح كل مرة تاني موسيقى أينما تجولت في تركيا كل بقعة في تركيا كل مدينة كل قرية أحيانا حتى اللي بيسموه هون الجد القرى الدخلات بلغتنا سوريا الدخلوشة هيك بتلاقي عبق التاريخ بتلاقي أثر عثماني هذا الشيء بيتضح بالكتابات العثمانية اللي أحيانا قد تجدها على جدران بعض المساجد تجدها على جدران بعض المتاحف أحيانا على شواهد القبور تحديدا بتجد كتابة كلمات وأحرف لغة عربية لكن تستطيع فهم البعض والبعض الآخر لا تستطيع أنك تفهمه لكن كله يؤكد على ارتباطك بماضي مجيد وعريق ومتين بدنا نتحدث اليوم عن اللغة العثمانية وأهميتها والأهمية بالفعل عند سكان الأتراك والتي توليها أيضا الجمهورية التركية طبعا يسعدنا دائما أن يكون معنا ضيف مختص في هذا المجال معنا الأستاذ فاطمة منال في الأستوديا مترجمة ومتخصصة في اللغة العثمانية أستاذ فاطمة يسعد لي صباحك يا ربا جمعة مباركة الله يخليك يارب أستاذ فاطمة نسمع التقرير ونثري الحديث بعد ذلك عن اللغة العثمانية وأهميتها مع حضرتك نسمع التقرير غابت اللغة العثمانية عن المجتمع التركي بين ليلة وضحاها لكنها قاومت الاندثار وبدأت تعود إلى الحياة مجددا في السنوات الأخيرة فقد بدأت تعقد العديد من الدورات لتعليمها وزاد الإقبال عليها من قبل الطلاب والباحثين والأكاديميين الحكومة التركية قررت تعميم ذلك على باقي الفئات وأوصى مجلس الشورى لوزارة التربية التركية بإدراج تعليم اللغة العثمانية كمادة إلزامية في مناهج مدارس الأئمة والخطباء ومدارس العلوم الاجتماعية وكمادة اختيارية في مناهج المدارس الثانوية الأخرى خبراء اللغة الأتراك لا يعتبرون اللغة العثمانية لغة مستقلة مختلفة بل هي النسخة القديمة للغة التركية المستخدمة حاليا لكنها مكتوبة بالأحرف العربية وتتشكل في معظمها من كلمات عربية وفارسية فمثلا الشاعر الوطني الكبير محمد عاكف حين كتب النشيد الوطني التركي استقلال مارشي أي نشيد الاستقلال لم يكتبه باللغة التركية الجديدة بل كتبه باللغة العثمانية وتم تحويل كتاباته فيما بعد إلى الحروف الجديدة إلا أنه يحتوي على الكثير من الكلمات التي لا يعرف معناها جيل اليوم وكذلك التراث الماضي القريب والكتب التي ألفت على سبيل المثال في القرن التاسع عشر الميلادي في التاريخ والأدب لا يستطيع أن يقرأها أو يفهمها إلا من يعرف اللغة العثمانية تتكون اللغة العثمانية من 34 حرفا تجمع كافة أحرف اللغة العربية إضافة إلى 6 أحرف فارسية تدعي الكتب التاريخية التركية أن نسبة قراءة اللغة العثمانية وكتاباتها كانت متدنية جدا في أوساط الشعب قبيل الجمهورية التركية الجديدة وأنها كانت لغة منمقة ذات أسلوب الراقم في التعبير تستخدمها فقط نخبة المجتمع المرتبطة بالبلاط العثماني والمثقفون المستقلون عنه لكل تركي سبب وحكاية في تعلم اللغة العثمانية لكن معظمهم يجمع على أن الدافع الأساسي هو الاطلاع على ما كتبه أجدادهم والذي يقبع تحت الغبار في الأرشيف أستاذي فاطمة أهلا وسهلا ومرحبا فيك مرة أخرى سؤال يتبادر للذهن حقيقة هل ما زال هناك من يتكلم باللغة العثمانية الآن؟ صراحة أريد أن أوضح لك شغلة واحدة أنه اللغة العثمانية هي لغة الكتابة وليست لغة المحادثة آها طيب هذا أمر مهم يعني هي كانت تكتب ولا تلفظة فكرة أولا بالمصطلح أنه اللغة العثمانية يعني لماذا نسمي باللغة العثمانية أو ليش عم نحكي باللغة العثمانية الفكرة أنه قبل ما تأسست الدولة العثمانية وقت الدولة السلسوقية كانت تنحكي نفس اللغة نفس اللغة نفس اللغة كانت أغلبية الكلمات المستعملة 30% من الكلمات المستعملة كانت باللغة الفارسية واللغة العربية بس مين اللي كان عم يستعمل هاي اللغة المثقفين تمام المتعلمين المدراء الطبقة البرجوازية أو الارستقراطية نعم فالشعب كان بيستعمل نفس الكلمات ولكن بشكل أبسط يعني يمكن واحد مثقف كان يكتب مقالة أو بتراسل بين الدول فيها كلمات عربية وكلمات فارسية ولكن ما كانت فيها يعني أيام العادية الناس ما كانوا بيعرفوا كلمات عربية وفارسية كانوا بيستعملوا التركي القديم إمتى صار هذا الشيء في 13 يعني بقرن 13 يمكن قرن 13 وقت الدولة السلسوقية ففي عام 1277 قرروا أنه يشيلوا بعض من الكلمات الفارسية والعربية فقالوا رح نستعمل مصطلح اللغة التركية فراح نستمر بهذا الشكل طيب بعد تأسيس الدولة العثمانية كانوا بيقولوا لسان الثلاثي يعني لسان يجتمع فيه ثلاث لغات لغات عربي فارسي تركي تمام أو لسان العثماني تمام فسيطرت الدولة العثمانية لقارات عديدة لدول عديدة لثقافات مختلفة جعلتها تتطرق إلى يعني موسوعات وثائق تاريخية متعددة تمام بس أتراك أمتى بالأساس الأتراك اهتموا باللغة العربية والفارسية عندما دخلوا الإسلام أصلا تماما في قرن العشرينات تماما فمع ولوج الدولة العثمانية ومع اهتمامهم الإسلامي ومع اهتمامهم بالعلوم الإسلامية تمام سواء من الناحية الفارسية أو من الناحية العربية اهتموا باللغة العربية والفارسية فصارت تدخل كلمات فارسية واللغة العربية يعني حتى نوضح الصورة أستاذة فاطمة يعني اللغة التركية الأديمة اللي كانت مثلا قبل اللغة التركية الجري هاي ما كانت هي اللغة العثمانية يعني حتى الناس تعرف إنه هذا اللي بيسمعوه اللي بيشوفوه يعني أيام السلطان مثلا عبد الحميد هذا اللي عم يحكوه شو كان هل هناك صراحة المؤرخين في هذا الموضوع لهم مدرستين في مدرسة يقول اللغة العثمانية في مدرسة يقول لا اللغة التركية القديمة اللغة التركية القديمة يقولها جمهوريين المحافظين المواليين للدولة العثمانية يقول لغة العثمانية القديمة وإلا هي ذاتها نفسها نفسها يعني خاصة في القرن الخامس عشر تطور اللغة العثمانية في القرن السادس عشر وصل لأوج قمتها أما في التاسع عشر وصل لمرحلة في قسم الكلمات أو المصطلحات التركية للمستوى اللي نحن عم نحكي فيها اليوم أوكي في قواعد مختلفة تم تغييرها بعد انقلاب الحرف 1228 بعد ما تأسست الكلمات الحروف اللاتينية 1932 ولكن في الأساس هي اللغة التركية اللي منستعملها يعني مثلا أنا عندما كنت أترجم كان بيجي لأوراق وثائق من قرن تاسع عشر بس بأفهمه يعني أنا كمنال يعني أنت مثلا أخت منال عم تقرأي عفوا أنت فاطمة منال فاطمة منال فأنت عم تقرأي النص لكن أنت عم تفهم عليه وإن كان مكتوب بالأحرف العربية مهيك أوكي هلأ كانت مكتوبة بالأحرف العربية لتأسيس الجمهورية لتأسيس حرف لما صارت جميل انقلاب الحرف والتطور للحروف اللاتينية جميل لأنه تطور العصر كان يتطلب أنه يطلعوا من الحروف العربية أو الفارسية والحروف اللاتينية والحروف اللاتينية ولكن القوائد ظلن نفس القوائد نفس القوائد الكلمات الفارسية والعربية يعني بس تم ترجمة يعني مثلا لثان العربي لثان العربي مكتوبة نفسها لثان لثان الأربي يمكن منحط شحطة وحارف الإي وإلى آخر فهي لغة الكتابة وليس لغة المحادثة يعني لما كانوا بيتراسلوا بين الدول فكانوا يكتبوا بهذه الأحرف ولكن لما بيحكوا أنا مثل ما بحكي تركي هو نفسه طيب هون بقى السؤال انت كسيدي فاطمة منال شو اللي خلاكي انه مثلا تهتمي بهذا الشيء يعني تخصصي بهذا الشيء وتهتمي وتبدل جهد وقت أنا بعرفك من فترها طويل يعني وبعرف انه ما شاء الله هذا الأمر آخذ منك وقتك واهتمامك وعم تبدل جهد يعني بصراحة مشكور ومقدر فيه صراحة كيف صارت هلأ حضرتك بتعرف انه أنا تركية وتربيت في الشرق الأوسط ودرست بالمدارس العربية ودرست الجامعة في سوريا فأنا أهلي أترك نعم اتعلمت بالبيت إراية التركي ماما علمتني إراية التركي والكتابة دخلت بالمدرسة اتعلمت العربي يعني دراست الأكديمية كلها بالعربي وين درستي المدرسة؟ أنا درست الابتدائية والإعدادة بالمدارس العربية اللي بتركيا بأنقرة بالمدارس السعودية وكملت التانوية والجامعة بدمشق جميع يعني ما كان عندي إلمام أو اهتمام باللغة العثمانية لأنني كنت بحس حالي عربية ومو تركية تمام فمشان هيك تحكي أحيانا نسوي أحسن من معك نعم فالفكرة أنه لما فتت مجال التدريس فلما درست فترة بالجامعة درست تركي للعرب وعربي للأتراك فكنت عم لاحز كلمات طبعا أنا إنسانة كانت تحكي نص تركي ناس عربي مع أهلها لأنه كنت بظل بين مجتمعين يعني المجتمع العربي اللي أنا بره بدرس فيهم ولما بيجي على البيت وأرايبي كله أتراك طيب أوكي بصير عندي خلال ولكن بنفس الوقت كنت عم بلاقي كلمات مشتركة فأبي إنسان لغوي أصلاً فكل شوي كان بيقولي ما أنا اهتمي في اللغة أصل هذه الكلمة عربي بابا هذه الكلمة عم نستعملي يعني أنا بالصف الرابع مثلاً بابا بقول أنت بتستعمله هذه الكلمة بس بنطق مختلف طيب هاي مو عربي وكذا فصرت أعرف أنه في شيء اسمه لغة عثمانية وداخل من التفاصيل فلما فتت مجال العمل تمام على فكرة أنا لحالة تعلمت لأنه يعني ما رحتي لا أنا بعرف اللغة الكردية فاللغة الكردية تعتبر من اللغات الإيرانية تمام فعند شوي فارسي فلما أخذت أي نص عثماني أنا بلشت أقرأ لأنه أوريدي هي المزيج العربي الفارسي موجود فيه وكوني أنا بعرف تركي لغة تركية كمان ساعدتني كتير وبعدين أخذت يعني دروس خاصة من الأساتس المختصين نعم فكملت على فكرة هذا الموضوع ما بإدار يتوقف بمكان ما أو بمرحلة معينة لأنه اللغة العثمانية الحالية اللي بدرسوها في المدارس أو في المعاهد أو في الجامعات هي لغة عريقة جدا فيها عديد من المصطلحات العربية والفارسية يمكن اللي دارس أدب فارسي أدب عربي ممكن ما يعرفها ممكن لأنه حسب استعمال اللغة يعني كل فترة عندنا أدب معين سواء بكل المجتمعات بكل الأدبيات سواء أدب الفرنسي إنجليزي عربي ففي العصر الخامس عشر كان فيه مصطلحات معينة في عصر السادس عشر كان فيه مصطلحات معينة فكل ما بتتعمق كل ما بتفوت بتتقرب بتتعمق أكثر يعني فيه لغة عثمانية مطبوعة بنسميها يعني بيكتب بالخط الرقعي والخط النصي يعني علم الخط داخل أنا بتذكر بالابتداء كانوا علمونا الخط العثماني صحي أنا كمان الخط العثماني الديواني مثلا أدب دانوا عندنا شيء اسمه أدب ديواني نعم فترة الدولة السلتشوقية كان مشهورة بالأدب الديواني فالأدب الديواني عندها خط معين نعم فعندها لغة معينة فإنه سيستم معين فطالب اللي بيبحث في هذه اللغة في الأرشيف في وثائق التاريخية أحيانا فيه حتى لو هو بيعرف اللغة ما بيقدر يقرى صحيح لأنه ما بيعرف الخط النسخي من الرقعي ما بيعرف هذا المثلث هو جمع ثلاث نقاط طيب الآن نحن من فترة بص يعني من فترة بدك تقولي خمس سنوات وطالع بلشت بالحكومة التركية تقول أنه إحياء اللغة العثمانية بدون يدخلوها يدرسوها في المعاهد في المدارس في الجامعات سواء كان بأمر اختياري أو يعني من يراب السبب اللي عم تبدو الحكومة في سبيل إحياء مرة تاني اللغة العثمانية أو اللغة التركية القديمة إن صح التعبير ما هو يعني شو الهداف من وراء هذا الموضوع الفكرة الأساسية بعيدا عن إحياء لغة ما الفكرة الأساسية هو إحياء الحضارة والتاريخ اللي غابت علينا مئة سنة جميل أو أكثر يعني جميل يعني أنا رح أعطي أعزانا للمستمعين مثال بسيط جدا أنا كإنسانة درست في مدارس عربية أو تطرقت إلى مجتمعات مختلفة متنوعة عندما أجلس مع الأتراك بيقولوا أنت مختلفة عن الأتراك ليش؟ لأنه حول شو السبب شو السبب؟ الدور اللي صار في لما كانوا بيحكوا الرجل المريض للدولة العثمانية وفترة تأسيس الجمهورية وفترة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثاني كان في لعب سياسي ضد الشعب التركي بمعنى بالمجتمع وطبعا مدروس الموضوع التعليم قطعونا عن التعليم يعني أنت يوم من الأيام كنت عم تحكي في لغة ما في حرف ما صار عندك انقلاب لأحوال معينة سواء بعيدا عن الناحية السياسية فبعد ثلاث أربع سنين أنت مو أدران تكتب أنت مو أدران تقرأ شيء صار في فجوة ضخمة ففي جوة ضخمة جدا فأنت مثلا حضرتك عربي سوري نعم وتحكي عربي أنا اليوم بمحي لك العربي حتى لو كان الكتب هون موجودة كيف بدك تتواصل تصبح بلا هوية يعني لا تواصل كتابة حضرتك يمكن ما راح تقدر تلاقي بيتك صحيح يعني إذا جدتك ورقة السكن ما راح تلاقي صحيح وهذا تقريبا توصيف للي صار بفترة ما ما أيوة فهاي يعني الجزئية بسيطة بيعطي الصورة الأساسية الموجودة في تركيا فالحكومة شو عملت حكومة من أول من تقريبا من عشر السنين تركيزهم على التاريخ على الحضارة على الثقافة بس مو من ناحية السياسية من ناحية الفنية حضارية تاريخية الأدب والأتراك كان أعطيك فكرة أتراك عندهم شي مميز لما يشوفوا ورقة بالشارع بالأرض مكتوف بالحروف العربية بيشيلوها فرفقات العرب كان بيقولوا منار أنتو هدول يعني شو ليش بتشيلوها يعني بتفكروا آية كل شي بتشوفوه عربي لا هنا الكتابة والقراءة والعلم مهم عندهم جدا 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 فهي عادة تاريخية هاي الثقافة يعني لما بيشوف أي شي ورق موجود بيشيلها خاصة إذا كان بحروف العربية وكأنه الإحياء يعني إحياء هذه اللغة هو إحياء لثقافة إحياء لتاريخ ليس إحياء للغة فقط سهل إحياء للغة بس إحياء لأنه نحن خاصة الجيل يعني جيل التمانينات وما بعث التمانينات نحن كتير بعيدين عن التاريخ يعني عندما أنا لما أعد مع ناس دارسين تاريخ اختصاصهم تاريخ ما بيعرف عربي ما بيعرف عثماني ما بيعرف فارسي فما بيعرف المرجعيات أنا لما بحكي له يا جماعة واحد اتنين ثلاثة أنا عشت يعني مسأشت في سوريا شفت لبنان يعني مو هكذا فبينصدموا ليش لأنه ما بيقدر يقرأ ما بيقدر يفهم أوريدي كمان بعيدا عن هذا المراجع مخفية ما في مراجع طيب الآن في مراجع بس ما موجود يعني ما قدني يصلولا معنا آخر طيب الآن يعني هذا الموضوع أو هاي النقطة بتخلينا عند يعني نسأل هذا السؤال من خلال دراستك ومن خلال بحثك ومن خلال عيشك بمجتمع الشرق الأوسط سيدة منال شو في أشياء كانت غائبة وبالفعل اكتشفتوا من خلال دراستكم للغة العثمانية وإحياء هاي الثقافة أنه بالفعل نحنا مغبون حقنا بالفعل أنه في عنا حضارة وثقافة عظيمة جدا نتمنى لو أنه تم الإطلاع عليها ممكن يغير شيء ممكن بالفعل أنه نكبر بمجال معين مثلا أيها أحكي لك رح أربط لك بسياسة الحكومة بموضوع سياسة الحزب العدالة والتنمية بموضوع اللغة العثمانية جمال التركيز على اللغة العثمانية والحضارة وتمجيد الأجداد أعطت شغلة واحدة ثقة بالنفس جميل جميل حتى أنا في الانتخابات الأخيرة لاحظت هذا الشيء قلت له أتراك صار عندهم ثقة بالنفس اللي بيعرف نفسه يثق على حاله اللي بيعرف أجداده وتاريخه يثق بنفسه فالأتراك يعني على فكرة الحكومة ما توجهت فقط لغة العثمانية فقط صارت عم تعمل نشاطات اللي كانت موجودة في فترة الدولة العثمانية أسسوا مؤسسات أسسوا نوادي رياضية بالدولة يعني قريبة للنظام الموجود في دولة العثمانية أسسوا مؤسسات تعليمية اللي كانت موجودة باسم مدارس تعليمية جميل جميل في الدولة العثمانية في إحياء التاريخ وتعريفه للشباب خاصة اللي يظلوا بعيدين جداً عن تاريخ أجدادهم يعني نحن تربينا أن العرب خانونة نحن تربينا أن العرب باعوا فلسطين نحن تربينا عبد الحميد فلانه وداك فلانه وأتاتورك فلان لا طلع في ناس طلعوا يا جماعة تعلموا اللغة الأساسية اللي هي لغة الأصلة لإلكم لحضارتكم لتاريخكم فتعالوا تشرفوا فتحنا الأرشيف أقروا درسوا وإنتوا قرروا على فكرة هاي حرية مطلقة جميل جميل يعني حتى بعد هذا الموضوع زادت عدد الكرسات اللغة العثمانية هذا السؤال اللي بنا نسأله أنه ربما الآن ربما الآن واحد يقول أنه طب أنا بدي أتعلم اللغة العثمانية جميل هل في مثلا تخصص جامعي ولا هي عبارة عن دورات ممكن واحد فقط يأخذها شو بتنصحي هون هل عادة حتى قبل هاي التطورات الأخيرة طلاب الأدب التركي أدب القسم اللغة التركية حين اللي كانوا عم ياخدوا لغة إضافية بشكل إجباري اللغة العثمانية واللغة التركية القديمة يعني نحن تقريبا عنا سبع لهجات اللغة التركية القديمة يعني منها اللهجة الأزربيجانية لهجة الأوزبيكستان وإلى آخرها حاليا الطلاب اللغة الفارسية والطلاب القسم الأدب العربي كمان من عشر سنين بقدر ياخدوا دروس اختيارية أو إجبارية باللغة العثمانية ولكن لا يوجد اختصاص معين يعني مثلا كأدب اللغة العثمانية لا حسنا أنت تدرس فرع وتاخد كلغة جانبية أو في كورسات يعني في معاهد خاصة بتروح تدرس طبعا الشخص اللي عنده إلمام بالعربية أو بالتركية أو بالكوردية أو بالفارسية طبعا بعد فترة معينة خاصة إذا عنده إلمام بالعلم الخط أكيد رح يقدر يقرى الوثائق التاريخية القديمة مع أن ذلك في كتير وثائق محتاجة من يعد عليها ويقرأها ويكتشف محتواها طبعا الفكرة مو بعيد لسه سبعين قبل سبعين سنة قبل ثمانين سنة كان في ناس بيكتبوا باللغة العثمانية فطبيعي أنه أي يعني ما أنا شيء جديد يعني وفي إلام كانت عم تكتب يعني في أدب يعني خاصة طلاب العرب اللي بدرسوا هون أدب تركي هن ملمين بالأدب الديواني ملمين بالدب آه جميل طيب بيجي هون سؤال طالما في هذا الاهتمام من الحكومة مثل ما تفضلتي من عشر سنوات وطالع بإحياء هذه الثقافة اللي الشباب يربطوه بالماضي تبعهم لحتى وصلوا لفكرة مثل ما تفضلتي الاعتداد بالنفس هل في ميزات خاصة ممكن توليها الحكومة لمن يتقن اللغة العثمانية أو يكون متخصص في هذا المجال أنه يضاف لألقيمة يخدم في مجال معين طالما هذا التشديع موجود طبعا يعني خاصة الأشخاص المتخرجين من قسم اللغات نعم والمختصين باللغة العثمانية عندهم إمكانية التوظيف آه جميل كيف؟ عندهم إمكانية التوظيف في مؤسسة اللغة التركية تورك ديل كورمو التابع لرئاسة الوزارة طبعا حاليا النظام رح يتغير نعم ولكن كان يعني بيقدروا يتوظفوا في الأرشيف بيقدروا يتوظفوا في المجلس الشعب بيقدروا يتوظفوا في رئاسة الجمهورية في مناطق معينة ومهمة جدا جميل لقراءة الوثائق التاريخية بعيدا عن هذا طبعا طلاب التاريخ الملمين بالوثائق التاريخية المختصين بعيدا عن هذا رح أحكيك عن السوق العملي حاليا اللغة العثمانية هي بعد اللغة اليابانية أغلى لغة في الترجمة أغلى لغة في الترجمة نعم يعني اللغة اليابانية في ألف كاركتر بيدفعوا 70 لارا نعم لغة العثمانية ستين لارا يعني العربي بيعخذ 25 والله يجيد يعني فرصة جيدة فرصة جيدة للطلاب والمهتمين طبعا اللي ديتقن هذا الشيء أنه يتخصص فيه بعد خمس سنوات من الآن كيف شايفي وضع اللغة العثمانية واحية الثقافة العثمانية؟ صراحة أنا شايفة أن الأتراك مثل ما أجد لك اللغة العثمانية هي لغة الكتابة وليست لغة المحادثة لغة المحادثة نحن نتحدث فيها يعني 30% من الكلمات عربية وفارسية بعد أساس الجمهورية بعد انقلاب الحرب صار 10% كلمات فرنسية نحن حاليا نستعمل يعني اللغة تركية الحديثة رح يستمر التحدث في اللغة التركية الحديثة ولكن إذا زادت نسبة الناس المهتمين باللغة العربية والفارسية واللغة العثمانية رح يطرقوا لكتب التاريخ رح ينفتحوا للحضارة الأساسية اللي كانوا هنم متربين عليها سواء كان الحضارة العربية أو الفارسية من ناحية الأدبية من ناحية الثقافية من ناحية التاريخية من ناحية السياسية فهذا طبعا تطور اجتماعي رهيب يعني خاصة أن احنا مجتمع متربين على عرب خانونة فهذا التفكير لحاله رح تغيب رح يصير ثورة اجتماعية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الأستاذة فاطمة منال المتخصصة في الترجمة للغة العثمانية أشكرك شكرا جزيلا على المعلومات فعلا الرائعة إضاءات كتير مهمة لأستاذ المستمعين وإنا شخصيا إن شاء الله الله يكرميك ويفتح ليك إن شاء الله